لدى خالد 65 قطعة حلوة قام بتوزيع 23 قطعة كم يتبقى لدى خالد من الحلوة؟ لنعرف ذلك سوف نستخدم عملية الطرح هيا بنا نطرح 65-23 نسمي هذا الرقم المطروح منه ونسمي هذا الرقم المطروح ويكون دائما المطروح منه أكبر من المطروح فهنا الرقم 65 أكبر من 23 الآن هيا بنا نقم بعملية الطرح أولا سوف نحدد منزلة الآحد ومنزلة العشرات ثم نقوم بطرح الآحد من الآحد والعشرات من العشرات في منزلة الآحد يوجد خمسة ناقص ثلاثة كم يساوي؟ اثنين أحسنتم الآن سوف ننتقل إلى منزلة العشرات ستة ناقص اثنين كم يساوي؟ أربعة أحسنتم إذن الناتج اثنان وأربعون إذن تبقى لدى خالد اثنتان وأربعون قطعة حلوة يبيع العم سامي الفاكهة لديه مئتان وست واربعون تفاحة باع منها أربع وثلاثين تفاحة كم تفاحة تبقى لديه؟ لنعرف ذلك سوف نستخدم عملية الطرح الآن سوف نكتب منازل الأرقام لتسهل علينا عملية الطرح هذا الرقم يتكون من ثلاث منازل منزلة الآحد ومنزلة العشرات ومنزلة المئات وهذا الرقم يتكون من منزلتين منزلة الآحد ومنزلة العشرات أحسنتم الآن سوف نقوم بطرح الآحد من الآحد والعشرات من العشرات والمئات من المئات في منزلة الآحد يوجد ستة ناقص أربعة كم يساوي؟ اثنين أحسنتم الآن سوف ننتقل إلى منزلة العشرات أربعة ناقص ثلاثة كم يساوي؟ واحد أحسنتم ننتقل إلى منزلة المئات يوجد اثنان فقط لذلك سوف نكتب هنا اثنين إذن الناتج مئتان واثنى عشر إذن يتبقى لدى العم سامي مئتان واثنتا عشرة تفاحة تمتلك رغد ثلاثمائة واربعة وستين بالون استعملت مئة وثلاثة وعشرين بالون لتزيين الغرفة كم بالون يتبقى لديها؟ كيف نعرف هذا؟ من يقل لي؟ أحسنتم سوف نستخدم عملية الطرح إذن سوف نطرح ثلاثمائة واربعة وستين ناقص مئة وثلاثة وعشرين سوف نطرح الأرقام الموجودة في منزلة الآحاد معاً ثم نطرح الأرقام الموجودة في منزلة العشرات معاً ثم الأرقام الموجودة في منزلة المئات معاً حسناً فلنبدأ بمنزلة الآحد أربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد أحسنتم الآن سوف نطرح منزلة العشرات ستة ناقص اثنين يساوي أربعة أحسنتم فلننتقل إلى منزلة المئات ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنين إذن ناتج الطرح هو مئتان وواحد وأربعون تبقى لدى رغد مئتان وواحد وأربعون بالون يوجد لدينا هنا خمسمائة وثمانية وتسعون ناقص مئتين وستة وسبعين كم يساوي؟ أحسنتم سوف نطرح الأرقام الموجودة في منزلة الآحد معاً ثم نطرح الأرقام الموجودة في منزلة العشرات معاً ثم الأرقام الموجودة في منزلة المئات معاً حساناً فلنبدأ بمنزلة الآحد ثمانية ناقص ستة يساوي اثنين أحسنتم الآن سوف نطرح منزلة العشرات تسعة ناقص سبعة يساوي اثنين أحسنتم فلننتقل إلى منزلة المئات خمسة ناقص اثنين يساوي ثلاثة إذن ناتج الطرح هو ثلاثمائة واثنان وعشرون كيف نتحقق من ناتج عملية الطرح؟ هيا بنا لنعرف كيف للتحقق من ناتج عملية الطرح سوف نقوم بجمع المطروح والناتج فإذا كان ناتج جمعها يساوي المطروح منه تكون عملية الطرح صحيحة هيا بنا أين المطروح؟ أحسنتم إنه مئتان وستة وسبعون زائد الناتج أين الناتج؟ أحسنتم إنه ثلاثمائة واثنان وعشرون الآن سوف نجمع الأرقام الموجودة في منزلة الآحد معا ثم نجمع الأرقام الموجودة في منزلة العشرات معا ثم نجمع الأرقام الموجودة في منزلة المئات معا حسنا فلنبدأ بمنزلة الآحد ستة زائد اثنين يساوي ثمانية أحسنتم الآن سوف نجمع منزلة العشرات سبعة زائد اثنين يساوي تسعة أحسنتم فلننتقل إلى منزلة المئات اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة إذن ناتج الجمع يساوي خمسمائة وثمانية وتسعين أحسنتم وهو يساوي المطروح منه هكذا تأكدنا أن ناتج عملية الطرح صحيح ما رأيكم أن نأخذ مسألة أخرى؟ هيا بنا انظروا يوجد لدينا هنا سبعمائة وستة وثمانون ناقص خمسمائة واثنين وثلاثين كم يساوي؟ من يعرف منكم؟ أحسنتم سوف نطرح الأرقام الموجودة في منزلة الآحد معاً ثم نطرح الأرقام الموجودة في منزلة العشرات معاً ثم الأرقام الموجودة في منزلة المئات معاً حسناً حسناً فلنبدأ بمنزلة الآحد ستة ناقص اثنين يساوي أربعة أحسنتم الآن سوف نطرح منزلة العشرات ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة أحسنتم فلننتقل إلى منزلة المئات سبعة ناقص خمسة يساوي اثنين إذن ناتج الطرح هو مئتان وأربعة وخمسون الآن نريد أن نتحقق من ناتج عملية الطرح هيا بنا للتحقق من ناتج عملية الطرح سوف نقوم بجمع المطروح والناتج فإذا كان ناتج جمعها يساوي المطروح منه تكون عملية الطرح صحيحة هيا بنا أين المطروح أحسنتم إنه خمسمائة واثنان وثلاثون زائد الناتج أين الناتج أحسنتم إنه مئتان وأربعة وخمسون الآن سوف نجمع الأرقام الموجودة في منزلة الآحد معا ثم نجمع الأرقام الموجودة في منزلة العشرات معا ثم نجمع الأرقام الموجودة في منزلة المئات معا حسنا خمسة زائد اثنين يساوي سبعة إذن ناتج الجمع يساوي سبعمائة وستة وثمانين أحسنتم وهو يساوي المطروح منه هكذا تأكدنا أن ناتج عملية الطرح صحيح أنتم رائعون انظروا هنا نريد أن نكون جملة عددية صحيحة من هذه الأعداد يوجد هنا تسعمائة وخمسة وسبعون مئة وثلاثة وعشرون ثمانمائة وأربعة وستون أي رقمين من هذه الأرقام نقوم بطرحهما فيعطين مئة وأحد عشر حسنا فلنبدأ بأول رقمين سوف ننظر إلى منزلة الآحد ما ناتج طرحهما خمسة ناقص ثلاثة كم يساوي اثنين أحسنتم هل منزلة الآحد هنا تساوي اثنين لا إذن ليس هذا الرقم الآن سوف نجرب الرقم الآخر فلنبدأ بمنزلة الآحد خمسة ناقص أربعة كم يساوي واحد أحسنتم هل هنا منزلة الآحد تساوي واحد نعم حسنا فلننتقل إلى منزلة العشرات سبعة ناقص ستة كم يساوي واحد هل منزلة العشرات هنا تساوي واحد نعم إذن فلننتقل إلى منزلة المئات تسعة ناقص ثمانية كم يساوي واحد واحد هل منزلة المئات هنا تساوي واحد نعم أحسنتم إذن ناتج طرح تسعمائة وخمسة وسبعين ناقص ثمانمائة وأربعة وستين يساوي مائة وأحد عشر أحسنتم أنتم رائعون وبهذا يا طلابي الأحباء نكون قد تعلمنا اليوم معا طرح الأعداد بطريقة أفقية ضمن تسعمائة وتسعة وتسعين بدون إعادة التجميع كيفية التحقق من ناتج عملية الطرح كيفية إيجاد عدد ناقص في عملية الطرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر